بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اهلا وسهلا بكل اعضاء جروب يونيكورني الكرام. جروب الفيسبوك التعليمي الذي يهتم باللغة الانجليزية وكيفية تعليمها وتعلمها. اه مهمتنا النهاردة ان شاء الله بنشرح لكم حضرتكم الطريقة المسلى ازاي توصل لبرنامج الزله بدون اي تعب وبدون عناء. وايه برنامج الزله اساسا بالزبط. مبدئيا البرنامج الصوتي هو برنامج صوتي تفاعلي. حضرتكم بتقدروا تمسيكوا المايك فيه وبتقدروا تسمعونا واحنا بنتكلم. طيب تقدر تستخدم الزله عن طريق كمبيوتر او عن طريق ايباد او عن طريق تابلت او عن طريق تليفون موبايل بس يكون نزام اندرويد. الاول حضرتكم بتروحوا تعملوا ايه? بنروح مسلا لو انت موجود على التابلت او الايفون او الايباد بتروح سيبتك على الجوجل بلاي ستور. مسلا هنا. وبنكتب كده زلو زاد اي ال ال او. تمام? طبعا بنختار اول اختار اللي هو الزله ده او الزله ايب? بيطلع عندنا الاختيارات دي. طبعا مهمتنا البرنامج بتاعنا اللي هو البرنامج له. اللي هو الزد بحرف الزد اللون البلطاني. طيب بعد ما بعمله تثبيت على الموبايل عندي او على التابلت. بروح بعد كده بيزهر لي البرنامج بسطبه بيثبته وبيزهر لي بعد كده صور زي دي. ده وجهة البرنامج الاساسية يا جماعة. طبعا قبل ما ادخل هنا هيبقى عندي موجود خيارين. الخيارين بيقول لي هل انت لديك واسمه استخدم قبل كده. والتاني بيقول لي هل تريد اعمل اكاونت. طبعا بقول لي عاوز اعمل اكاونت. تريد اعمل الاكاونت سهلة وبسيطة هنتناولها لما نخش على نسخة الكمبيوتر. لو عملت خلاص اكاونت وتمام وزي الفون. بادوس هنا بعد كده وبادوس او اضافة قناة. وبكتب القناة بتاعت اللي هي فرينز ان انجلش. وتتصل بي او تبعاتلي ميسيج على الفيسبوك علشان اديك الباسورد بتاعتها. دي وجهة البرنامج. هنا ممكن تدوس هنا وتفضل دايس وبعد كده تتكلم. هنا لو انت بسط على هنا ده الموجودين في القناة عندك. وهنا اللي هو التسجيلات بتاعتك. طبعا ادي صور تانية من داخل البرنامج. هنا اللي هما الناس اللي تكلمت. القنامات. طبعا هنا لو انت عايز تبعث مسلا اه حاجة على بتاعك او عايز تبعث. تمام? وده اللي هو القناة اللي عندك. طيب. لو عايزين مسلا على الكمبيوتر. وده شرح وافي خلص لكمبيوتر. بنكتب زلو زاد اي. اللو. وبدوس انتر. في جوجل. بدخل على الوجهة الاساسية بتاعت البرنامج على الكمبيوتر. بدوس. طبعا بيطلع اللي هنا زلو فور ايفون زلو فور اندرويد زلو فور بلاك بيري زلو فور وندوز اي. زلو فور بي سي وهو زلو فور بي سي. بدوس عليها وبعد كده بينزل البرنامج. خلص كأي برنامج بعمل له عادي نيكست نيكست. بعد ما بينزل البرنامج بيبقى بهذه الوجهة. بالوجهة دي. طبعا انا لو انا عايز اعمل حاجة بودوس كده. بكتب الاكاونت هنا بتاعي اللي انا عايزه. ولازم ادوس بعد ما بعد ما اكتب مسلا انا كتبت كده. تمام? فبدوس هنا تشيك. اللي انا بشوف الاكاونت ده صالح ولا حد استخدمه بليه كده. طبعا بيقول لي يظن ان انا كتبت ايه كلام. طيب اوكي. بمسح. بعمل الاكاونت بتاعي. وبدوس هنا لو قال لي. خلاص يبقى اوكي. هنا الباسورد بتاعي اللي انا هعدي به. وهنا الكمفيرن باسورد اللي هو كلمة السر. بعد كده الاميل ادرس بتاعك اللي اهاو اي حاجة. طيب انا خلصت بادوس اوكي. طبعا ده اليوني كورن باستر لو اي حد عنده استفسار او اي حد عنده. اي حاجة ممكن يكتبني هناك وانا هقول لكم تعملوا له القصة دي ازاي. طيب دست بعد الساينين. بعد الساينين. طبعا انتم شايفين حضراتكم الحاجة كده قدامي. يعني انا اصدقاء عندي كتير جدا. طيب. الاول من تولز. وهندوس مسلا ادت كونتاكت. لو انت عايز تضيف حد. بعد ادت كونتاكت بتدوس اسمه يعني لو انت عايز تضيفنا هنا. هتكون مسلا يوني كورن ماستر. اهو. يوني كورن. دوت ماستر. تمام. وبعدوس ناكس تسارش في السارش. طلع لك هنا بتدوس ناكس تخلص انا كده عندك اريد فين. طيب لو انا عايز اجيب مسلا. القناة. فبعدوس مسلا ادت اتشانل. تمام. ادت اتشانل هنا. دوست ادت اتشانل. بعدوس مسلا. انا عايز بقى القناة بتاعتنا. friends in english. هي القصة بس ان انا مش هلاقيها دلوقتي لان هي already عندي في الليستة. يعني انا ضيفها اساسا. فمش تظهر عندي دلوقتي. بس انا ببريك طريقة الشرح واسم القناة بالزبط. طبعا friends in english بتشوفها هنا من فوق. بتلاقيها فوق هنا خالص. ومكتوب قدامها يعني هنا مكتوب learning example english. لا قدام القناة بتاعتنا بقى اللي هي friends in english. هتلاقي مكتوبها قدامها it is a facebook group. it is a facebook group. بدوش ناكس تناكس تخلص كده انت بقيت فيها. قد القناة بتاعتي french in english. اوكي. طيب. تعالوا نسو بقى مع بعض دي كده بالراحة خالص. دخلت friends in english. تمام? المفروض ان انا ده الرقم بتاع الاعضاء اللي موجودين. لو عايز امسك ببقى جوة ببقى جوة مسلا القناة. اوكي. وبدوس هنا. وكده بقدر اتكلم يعني مسلا زي كده. بلاقى الرد هنا في. اه الحاجة دي بتأكد لي ان انا بيتكلم هنا. طبعا لو انت على حضرتك. ده لو انت عايز تتكلم من المايك. اه لو انت عايز التسجيلات بتروح هنا مسلا ندوس كلك يمين. بتلاقي بقى حاجة اسمها اه بتلاقي هنا الكلام بتدوس على اي واحدة منهم. بيبدأ يشوف تشوف انت هما قالوا ايه او الحاجة تسمعت ازاي. اه اعتقد ان انا كده وفيت اه شرح الزلو. اه اتمنى لحضراتكم اه وقضاء وقت ممتع وان شاء الله ان شاء الله يا جماعة يكون على خير. واتمنى ان الشرح يكون وافي ويعجب حضراتكم.